يا مرحبا فيكم متابعين الغوالي أينما كنتم اليوم سوف أعرض لكم طريقة استخدام جل الأولوفيرا الطريقة المثالية الجيدة طبعا جميعنا يعلم مدى فوائد جل الأولوفيرا للشعر للبشرة للمعدة وكا وإلى آخره ولكن القليل مننا من يعلم طريقة استخدامه الطريقة الصحيحة الطريقة المعروفة وهي استخراج الجل مثلا ها هي ورقة الأولوفيرا لدينا الطريقة الشائعة والمعروفة أنني أقوم باستخراج الجل من كل الورقة وأقوم مثلا بضربها في الخلاط أو خلطها في الخلاط والأحتفظ بها وعند الاستخدام ولكن هذه الطريقة تفقد الكثير من مزايا وخواص جل الأولوفيرا لذلك دائما يفضل أن يكون هذا الجل طازج حتى تستفيد منه مثلا للشعر أو للبشرة لذلك اليوم سأعرض لكم الطريقة الصحيحة في البداية طبعا أقوم بقطع هذه الورقة نلاحظ أن هناك مادة صفراء تنزل من الورقة عند قطعها لذلك يجب علينا تركها لتتصفى لمدة تقريبا من نصف ساعة إلى ساعة وللعلم هذه المادة الصفراء تسبب حساسية لمعظم أو لبعض أنواع من الجلد لذلك يجب علينا التخلص منها وبعد ذلك نقوم بغسل الورقة غسلا جيدا وبعد الغسل ها هي الورقة لدينا ها هي ورقة الأولوفيرا لاحظوا معنا أقوم بإزالة هذه الأشواك من هنا هكذا بهذا القدر فقط ومن الجهة المقابلة فقط يكفي بهذا القدر لاحظوا الآن أقوم بإزالة هذا الجزء مثلا بدي أستخدم أنا حسب استخدامي بدي أشيل مثلا سنطي من الجلد ومن هون كمان سنطي بأقوم بإزالته هكذا وأقوم بإزالة الجهة الأخرى بهذه الطريقة لاحظتم الآن مباشرة أقوم بإستخدامه سواء على الجلد هكذا لاحظوا سواء على الجلد أو سواء على الشعر طبعا بعد الانتهاء بعد الانتهاء ها هي مثلا القطعة أستخدمها بعد الانتهاء لا أقوم أنا بخلط كل الكمية الجل فقط هذه التي أستخدمها مثلا طريقة أخرى آتي مثلا لاستخدامها أزيل فقط على قدر هذا المستوى لاحظوا كما ذكرنا ها هو الجل أقوم بالاستخدام للعلم أتركه لمدة تقريبا ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات على الجلد وهذا لا يؤثر بل يزيد من نظارة البشرة أو يزيد من نعومة الشعر أقوم باستخدامه بعد ذلك أبقي هذه القطعة إذا لم أقوم بقصها والتخلص منها أبقيها أقوم بوضعها بكيس وأضعها في التلاجة أو أضعها في المبردة وعند الاستخدام لمرة ثانية أقوم بإزالة القليل إذا كان هناك جل في هذه القطعة أقوم بإزالة مثلا هذا الجزء العلوي هكذا وأعاود الاستخدام وعيدها للعلم هذه الطريقة تبقي الجل دائما طازج وبه المواد يعني المواد الطبية المطلوبة أما إذا خلطتوا يفقد الكثير من هذه المواد لذلك أحببنا في هذه الحلقة التخصيص على هذا الموضوع والحديث عنه لتعم الفائدة للجميع ونتمنى أن يكون الفيديو نال على إعجابكم لا تنسوا أصدقائي تدعمونا بإشارة وضع لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف أعرض لكم طريقة استخدام جل الأولوفيرا الطريقة الصحيحة الطريقة الاحترافي كيف الاحترافي؟ لا كانت حلوة هذه مرحبة مرحبة فيكم مرحبة فيكم يلا